بديل لشا جي بي تي من البدائل المتوقعنا هتكون مميزة جدا في الفترة الجاية لما اتعملوا رانكينج وجد ان هو يعني بيحتل المرتبة التانية بعد شا جي بي تي فور بعد كده بيجي كلاود بعد كده بيجي جيمني ريكا نازل بتلات اصدارات الاصدار الاولاني الكور والاصدار التاني الفلاش والاصدار التالي اج كور هو اكتر واحد فيهم complicated او للcomplex situations او الحاجات المعقدة اكتر والsize بتاع الموديل اكبر اما بالنسبة لفلاش فهو مناسب لديلي سيناريوز او الاسئلة الشائعة بشكل يومي تستخدمه بالنسبة الage واللي ده ممكن يكون موجود عندك على الديفايس او ينزل عندك على الديفايس بتاعك لان size بتاعه اقل ده الناس اللي عايزة سرعة اكبر ولكن الcapabilities بتاعتهم ازاي ريكا كور وريكا فلاش حنبتدي نجرب ريكا وندوسها على try our models free ومن try our models free حيوديني على ريكا play ground ده هتعمل sign up بجوجل وليبتدي نخش نشوف ريكا هنا بما ان احنا بنتعامل على الموقع نفسه فانا هجرب الكور ونشوف كده مثلا say ارفع له فيديو واسأله الفيديو ده عبارة عن ايه هروح هنا لعلامة البلاس عشان اعمل a dash a file وفي كل مرة بتعمل conversation جديدة او محادثة جديدة بتدوس على new conversation زي بالظبط في شات جي بيتي لما كنت بتدوس على new chat عشان تبدأ محادثة جديدة هبتدي هنا ارفع له say مثلا فيديو هنا طبعا برضو احنا محدد زيد يعني زي ما انت شايف كده لو انا دست هيقول لك الفوتوز لحد 12 ميجا بايت الفيديوز 30 ميجا بايت and one minute وي ال pdf ده بالنسبة لي الفايلات اللي انت بتتعامل معيها هبتدي هنا اروح لي الفيديوز وابتدي ارفع الفيديو بتاعي حين ده فيديو مدته 16 ثانية هقول له give me information about this video ممكن اقول له give me concise information about this video ورفعت الفيديو بتاعي بعض الناس هتقول لي هو بيدعم فقط اللغة الانجليزية لا بيدعم ايضا اللغة العربية ودي حاجة مميزة جدا موجودة فيه احنا هنجربه بالتنين هنا هبتدي ان انا اقول له go يعني او enter وحنشوف هيدديني ايه اولا اترفع الفيديو على reka AI زي ما احنا شايفين وهنا بيبتدي يعمل generation وحنستنى لحد ما نشوف النتيجة لو خدت بيلك هتلاقي الصرعة بتاعته مش عالية اوي زي ما قلتلك انت عندك الناس المهتمة بالليسبيد ممكن انها تستخدم reka age يعني هو اصرع واحد فيهم ولكن ده ادق واحد فيهم وبديك تفاصيل كتيرة جدا عن الحاجة فلو انت يعني مش مهتم بالليسبيد ولا مش شايفة الليسبيد يعني فيها مشكلة هو مش بطيء اوي بيديني النتائج ايضا بسرعة معقولة فتقدر انت تستخدم اول version او اول اصدار وهو الكور هنا بيقوللي الفيديو ده عبارة عن ايه وبيوصفولي كويس جدا جدا وبيديني معلومات دقيقة جدا عن الفيديو زي ما انتم شايفين انت تقدر ان انت تشير الشات تقدر ان انت هنا تبتدي ان انت طبعا تدي فيدباك لو عندك مشكلة مع النتائج اللي هو عطهالك هنا ممكن تعمل ممكن طبعا تاخد copy زي بالضبط كده شات جي بيتي لما بتاخد التاكست copy بتدي اعمل new conversation عشان اروح اشوف حاجة تانية باللغة العربية هنا المراضي انا هقول له هل يمكن ان تكتب لي قصة خيال علمي مثلا هشوف كده حل هيرد علي يقول لي ايه بالطبع اليك قصة خيال علمي مشوقة ومناسبة لجميع الاعمار تكتب لك القصة لو انت عايز قصة والقصة دي انت عايز تعمل منها محتوى والكلام ده كله ممكن ان انت تستعين هنا بريكا اي 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 عشان يكتب هلك بلغة عربية جيدة جدا زي ما احنا شايفين تقدر ان انت ترفع برضو صورة هنا برضو افضل ان انا دايما اعمل new conversation ممكن تروح تجرب الفلاش او الage ممكن اروح اجرب الفلاش وهنا help writing an email هنا ممكن اقول له اكتب لي email يخاطب افراد فريق العمل لاخبارهم عن بطريقة رسمية واحترافية لك هيكتب لك بالعربي مش هيكتب لك بالانجلش هيكتب لك كمان email باللغة العربية بلغة عربية جيدة جدا من وجهة نظري ده بالنسبة لي ممكن كمان يفكس يور grammar and spelling وده حاجة ممتازة جدا انا ممكن انا احطله حاجة باللغة الانجليزية تكون انا عايزة اضبط الباب بتاحها والgramar وهو يضبطه لي ممكن كمان يديباق يور كود في مشكلة في الكود عايز كده يرجع لك الكود بتاعك ممكن انك انت تحطله الكود وهكذا فيه explain this geometry diagram تعالوا نشوف كده example على الموضوع ده ده example دي صورة انت خدتها كده من على جهاز الكمبيوتر بتاعك ورفعتها له ها بيوريك طبعا مثال explain the math here اشرح لي هنا العملية الرياضية دي عبارة عن اي فابتدأ ان هو يشرحها لك بالتفصيل ممكن اقول له هل يمكن ترجمة ما سبق إلى العربية هيبتدي يترجم لي الكلام ده إلى اللغة العربية باتي كطالب عندك ادوات كتيرة جدا متاحة قدامك انها تسهل لك جدا دراستك وتسهل لك جدا كتابة الايميل لو انت بتشتغل وتسهل لك جدا معلومات كتير ما كنتش بتعرف توصلها بشكل منظم وتعطي تعمل سورش في حتة كتيرة تقدر تكون عندك في وقت بسيط جدا انا لا تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس لو بتشوفونا الاول مرة ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ان تسهل لك وشيرو الكومنت